شخصية المسيح عجيبة فريدة متميزة بمعاملاته مع الناس مع الأعمى مع الأبرص مع الناس المحتاجة شخصية المسيح عجيبة طرف فيه القدرة الإلهية من يغفر خطايا إلا الله فالمسيح غفر الخطايا وإحنا حكينا بموضوع كامل عن هذا الموضوع المسيح قبل السجود والعبادة بل طالبها بل طالبها المسيح هو معطي الحياة المسيح أعلن أنه والآب كيان جوهر واحد المسيح اللي فتح العيون من يستطيع أن يفتح العيون له سلطان أن يخرج الشياطين ما فيش إشي عنا بالمسيحي اسمه جن وشيطان بوسوس أو يوحي أو يلهم طبعا بيجرب وبيعمل كتير أمور ولكن مش مع المسيح فالمسيح كان عنده السلطان أن يخرج الشياطين المسيح كان عنده سلطان أن يهدئ العواصف المسيح كان عنده سلطان أن يقيم الموتى شفى كل أنواع المرضى بقدرته أعلن المسيح أنه الديان ثم أحبائي المسيح مكتوب عنه القادر على كل شيء الحاضر في كل زمان ومكان العالم بكل شيء فهل تقلل من شخصية يسوع المسيح المسيح يعمل أعمال الله بالكامل أعمال الله مثل الخلق خلق عيون جديدة تفل وصنع من الطين تفل وطلع عيني المولود أعمى فراجع بصير تعرف حبائي أقوال لم يقولها أحد من يستطيع أن يقول أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به من يستطيع أن يقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء أي نبي يستطيع أن يقول هذا الكلام أي شخصية تستطيع أن تقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم من يستطيع أن يقول أنا هو الراعي الصالح من يستطيع أن يقول أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا نعم أقام الموت بل أقام نفسه من بين الأموات يعمل أعمال الله وهذه الهوية اللي ذكرت عنها إذا قرأت إنجيل يحنى لصح الأول وكلوس الأول وسفر التكويل لصح وعد تستطيع أن تصل إلى الاستنتاج من هذا نستنتج أن يسوع متفوق لأنه جاء من فوق فإذن المسيح متفوق في مكانته في عمله في طبيعته في صفاته فهو يعمل أعمال الله صفاته صفات الله له أسماء الله والألقاب الإلهية وهكذا ممكن نحكي بالسعاد عن هذه الأسماء والألقاب أحبائي المسيح صار دخوله إلى العالم بطريقة غير عادية خالي من الخطية من نسل المرأة ولد من عذراء قال من منكم يبكتني على خطية ليش أحبائي؟ لأنه كل إنسان خاطئ وعلى فكرة كل إنسان بيزداد قرب من الله منشعر بيزيد شعورنا بالخطية عاش المسيح إلا المسيح عاش حياة كاملة معجزات المسيح فوق الطبيعة وعلى فكرة لأنه نتحاور مع حباء المسلمين بقولوا عن الإسراء والمعراج وبيحكوا عن القمر إن شق لكن خلينا أقول لك معجزات المسيح كانت أمام الأعداء وكانت أمام الجميع وكانت معجزات علنية كانت معجزات واضحة كانت معجزات لخير الناس المسيح فتح عيني المولود أعمى في أورشالين والجميع شاف هذه المعجزة المسيح أقام العازر من بين الأموات بعد ما أنتنت الجثة وكان معلوما في أورشالين لدرجة أنه اجتمع رؤساء الكهنة وقالوا ماذا نفعل انتركناه يؤمن الجميع به فإذا معجزات المسيح ما كانتش بالسر كانت معجزات جهارية علنية وكلها لخير الإنسان أنا شو بدي فيدني إذا القمر انشق أو ما انشق أو المعجزات التي تنسب إلى أنبياء لكن ما فيها أي خير ولا أي منفعة للإنسان المحتاج فالمسيح جاء ليشبع الجوع الروحي في حياة الإنسان جاء ليشفي الأمراض النفسية والجسدية والعقلية والروحية أيضا جاء ليصنع خير كان في عرص في قانا الجليل أنقذ أهل العرص من ورطة حول الماء إلى إنبيذ في مرة كانوا تبعوه ألاف من الناس ما كانش عندهم أكل أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين جاء ماشيا على الماء لينقذ التلاميذ من العاصفة الهوجاء وأمر الريح أن تسكت أن تبكم لدرجة عجبه من هذا يأمر الريح فتطيعه فإذا أحبائي كل هذه المعجزات كلها منشوفها في شخص يسوع المسيح مختلف عن كل البشر مثال في كل شيء فإذا لو أراد الله أن يظهر حتما لكان هو المسيح وعندما عملوا إحصائية أي شخصية في الوجود بتحب تتمثل إلها الجميع أجمع يسوع المسيح يا على طبيعته الجميلة على قلبه المحب على غفرانه الكامل لم يرجم الزانية ولم يؤمر بدمار بلد ولم يجمع السبايا ولم يجمع الخيل ولم يعني يحارب كانت رسالته رسالة المحبة والغفران والسلام هذا هو يسوع المسيح اللي جاء ليعالج أكبر مشكلة مشكلة الخطيئة مشان هيك كان تأثير المسيح شامل ودائم في كل العصور حتى يومنا هذا ما زالت الناس تختبر المسيح بدون مال بدون أسلحة هزم يسوع الملايين بالمحبة ثلاث سنوات خدمة ما زال يؤثر ويغير حتى يومنا هذا لم يمتلك بيت ولا ثروة ولا كتاب لم يدرس في جامعة لم يسير مسافة أكثر من 250 كيلو فقط في أرض فلسطين لم يمارس الطب النفسي ولكنه شفى الكثيرين شفى القلوب الكثيرة لم يكن له جيش ولكن 12 تلميذ غيروا العالم القديم بالمحبة والسلام والاستشهاد برسالة كاني آمنوا فيها شيء أخير أحبائي المسيح الوحيد الذي أقام نفسه من بين الأموات لم يرى جسده فساد وهو حي إلى أبد الآبدين فمن تتبع؟